اشتركوا في القناة وخاصة ما يتعلق بختم صحيح البخاري فأقول فختم الكتب هو فن من فنون الحديث ولون ضريف ونفيس وطريف من ألوان التعليف والتصنيف عند المحدثين وقد اشتهر العلماء مشرقا ومغربا بالتصنيف في ختمات الكتب ولعل الأول منهم هو الإمام السخاوي رحمه الله تعالى الذي ألف عشرات الكتب تتعلق بقضية الختمات ومناسبة الختم تختلف وتتعدد بحسب الظروف ولكن في الغالب الختم يتعلق بالفراغ من إقراء كتاب من الكتب الشهيرة سواء في الحديث أو في الفقه أو التفسير أو السيرة أو غير ذلك ومن أشهر هذه المصنفات التي اعتنى بها المغاربة في جميع مناطق المغربي عناية كبيرة واهتماما كبيرا هو صحيح البخاري يعني قراءة صحيح البخاري في هذا الشهر الكريم ثم ختمه وهذه البادرة تدل على عناية المغاربة بهذا العلق النفيس فقد اعتنى به الأمراء والملوك والعلماء والطلبة بصفة عامة فعندما نستحضر التاريخ نجد المنصور الدهبي رحمه الله تعالى كان يعقد مجالس لختم البخاري في شهر رمضان وهذا ما ذكره الناصر في الاستقصاء و صاحب يعني المراكشي في الإعلام العباس بن إبراهيم وكان رحمه الله إذا دخل هذا الشهر الكريم يعني شهر رمضان صرد القاضي وأعيان الفقهاء سفراً من نسخة صحيح البخاري رحمه الله تعالى وقسموا ذلك على خمسة وثلاثين جزءاً يقرؤونها في شهر رمضان يعني في كل يوم يقرؤون سفراً ما عدا يوم العيد ويختمون ذلك اليوم السابع وهذه العادة هي مألوفة ومستمرة عند المغاربة إلى يومنا اليوم فهناك منطقة منطقة سوس يعني تحتفل في أواخر هذا الشهر يعني في العواشر في العشر الأواخر عشر الأواخر تحتفل بإحياء يعني حفلات دينية في قراءة صحيح البخاري وختمه بجانب طبعاً إحياء ليلة القدر وهذا ولكن ليس المغاربة هم الأوائل من بدأوا بختم صحيح البخاري بل نجد ذلك قديم في التاريخ خاصة في الدولة المملوكية سنة سبعمائة وخمسة وسبعين يعني في القرن الثامن الهجري ولكن هذا الأمر انتشر كثيراً عندنا في المغربي هذا ما تيصر قوله والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته